هاي جماعة عزيكم وعملين ايه ان شاء الله تكونوا بقى الف خير الفيديو بتاع النهاردة هخش فيه في الموضوع على طول مؤخرا بقيت تجيدي حاجات غريبة جدا بجانب الحاجات اللي انا اصلا بسمعها الواحد بقى بجد مش طيق نفسه من قدر الحاجات اللي بسمعها فاتمنى ان انت تكمل الفيديو الاخر علشان تسمعوا رسالة الف الاخر ومحتاجة كمان ردكم عليا في الكومنت ومحتاجة كمان رأيكم لان طبعا رأيي انا ما يكفيش ان انا اعرف اتصرف بعد كده طيب انا مش عارف ابدأ الموضوع ازاي زي من شايفين كده في الكومنت اتسرقت من صاحبتي وفي نفس الوقت احكلكم حاجة حاصرتكن تسكت عنها فترة ولما لقيت ان الموضوع ده كمان حاصل فقلت ان انا اطلع احكلكم كل حاجة كاملة طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هقالها لكم كان فيه واحدة اعرفها البنت دي كانت في الجامعة يعني في سندي كانت طبعا احنا عارفين كلنا في بداية في بداية الجامعة كلنا بنحب نتعرف على ناس ويبقى لنا صحاب وزميل والكلام ده كله البنت دي تعرفت على حد معها في الجامعة طبعا عايز اقول لكم يعني احنا ما بقناش نشوفها اساسا قعدت حوالي من اسبوعين لثلاث اسابيع كده مختفية كل يوم بتنزل معها طبعا الناس اللي في الجامعة عارفين ان الجامعة انتي حتى لو ما عنديكيش غريمين بس في الاسبوع او ثلاث يام تقداري تنزلي الايام كلها عادي مع كيكارنيهك وبتدخل الجامعة بأي وقت يعني جامعيتك وانتي حرة فكانت بتروح كل يوم يتقابله في الجامعة طبعا ما بيحضرواش اي محاضرات خالص يعودوا مع بعض شوية على الكافية مش عارف ايه طبعا عملوا ذكريات كتيرة مع بعض في الفترة دي زي ما قلت لكم احنا كناش بنسمع عنها اي حاجة حتى لدرجة انها الوقت اللي كانت بتبقى فتحة فيه الواتساب او السوشيال ميديا او ما كانت بتكلم اي حاجة عادت فترة منعازلة تماما يعني حاطت نفسها مع شخص ده بس اللي هو انا مش عايزة يبقى لك انا عايزة اقول لكم انها كانت معمية بي على قد ما كانت الفترة صغيرة جدا على قد ما هي كانت حرفيا معمية بي عايزة اوصلكم كمان معلومة ان الشخص ده ما كانش من الجامعة نفسها هقول لكم بقى القصة دي قدي هي قصة غريبة بجد الشخص ده يا جماعة كان من برا الجامعة وكان بيعرف يخش الجامعة ايان يكون ايه سبب انا معرفش بصراحة فيه ناس بتزور كرنيهات فيه ناس بتعادي رشوة بقى والشغل ده يعني كان ايه بيعرف يصلك ويدخل الجامعة المهم بقى عشان انتم المتعرفوا بعد كده ايه اللي حصل يعني هتتسدمه الشخص ده مرة واحدة بعد حوالي ثلاثة سبيع مثلا مع البنت دي اختفى تماما اللي هو مختفي من السوشال ميديا واتساب انستجرام كل حاجة اختفى ما بقاش ينزل الجامعة خالص بقت يتدور عليه في كل حتة بدأت ترجع لصحابها تاني وفتكاريتنا بعد ما حاست ان هو ما بقاش موجود طبعا ده ما يمنعش انها فدل تدور عليه كتير المهم برضو ما قلتلكوش اللي حصل بعد كده فدل مختفي عنها تماما بتكلمه في كل حتة ما بيردش اصلا مش بيظهر ان هو انلاين كان معاه خط تاني اصلا المهمة نرجع برضو اللي خلينا في نفس نطاق الموضوع من نتكلم فيه بدأت ترجع لصحابها واتدور عليه برضو في نفس الوقت وتستنى في الجامعة يعني كتير جدا تنزل حتى في الايام اللي هي ما عندهاش فيها جامعة كان بتنزل تستنى كان فيه ما بينهم بقى لو هو عود ومش عارف ايه وبتاع وهجيلك وهستنيك وهتلاقيني ومش هامشي وشغل من ده كتير خصوصا احنا كلنا عارفين ان احنا كبني قدمين طبيعيين لما حد بيختفي من حياتنا بدون سبب بين الجنة حتى لو الشخص ده ما يعزلنيش بس هو الشخص ده كان على طول معينا ومرة واحدة يختفي فاحنا نفسنا بنبقى الهواء ايه ده اللي حصل انت روحت فيه نعارفين انتو الشعور ده المهم جات في يوم من الايام وهي في الجامعة بدون مقدمات خالص لقيته قدامها طبعا فرحته في نفس الوقت اللي هي مصدومة انت انت ازاي الهواء كده يعني ازاي تختفي كل ده ومتهرفش حتى توصلني الطمين انت فين؟ المهم من هنا الهنا خدها واقعدوا مع بعض تاني واحدة واحدة انتو فاهمين بعد يحاول ان هو ما يصالحها وما يدايقهاش يقول لها كلام حلو معلش وكان عندي وكان عندي المهم ان هو فاهمها ان هو كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع اهله من هنا الهنا البنت خلاص المسامح كريم وما فيش مشكلة ويرجعوا ويتكلموا تاني واقعدين مع بعض وبعد ما عادوا حوالي ساعة ساعتين كده مع بعض رح قال لها انا عايز تليفونك اعمل مكلمة قالت له خلاص ميش عادي جدا يا امي نالو طبعا وهي هم اصلا من البداية جماعك لما كانوا صحاب قوي كانوا هم اللتين عاملين باسوردات الموبايلات بتاعتهم زي بعد فهو رح قال لها ايه انت لست عامل باسورد باسمي وكده فرح وكده وقالت له او بتاعه قدت تليفون رن ساعتها على بابا قدامها يعني قالها ان انا برين على بابايا ويتكلم معايا واقعدي كلام معاوها طبعا نسيت اقول لكم حاجة لان انا فعلا متحمسة جدا للقصة لان اقول لكم ان هي بتاعتها ووصل لكم الرسالة الشخص ده لما هي قبلته صدفة في الجامعة مكانش معاه مبايل مكانش معاه اي حاجة وفهمها ودي الحاجة اللي خلتها اصلا تسامحه على طول ان هي حصت فعلا ان هو متغير وان هو مش معاه مبايل وان هو حصل معاه مشاكل كتير فامانت له تاني واسقط فيه وقالت اكيد بعد عني قصبة عنه المهم يا جماعة بعد معمال المكالمة دي فضله عادي مع بعض عادي وبيتصوروا ومش عارف ايه وراحوا يشربوا حاجة وكل الكلام اللي انتو عارفينه ده جي بعدها قال لها معلش مكالمة تاني وراح قال لها تعالي هنروح نشحن رصيد علشان قاتل رصيدك ما اخلصش سوقت له لا طبعا مفيش مشكله وعادي يا حشان اتكلم في رصيد وعين هو بيعزمها وبيقعدها في كزا حتة ومش عارف ايه ومجهولة المهم خلناها موبايل وبيتكلم جنبها بعدها عمل هو يعني كأن فيه الموضوع برايفيت شوية فحيقوم وقام موقف بايد هي طبعا عادي مش مشكله المهم يا جماعة بعد ما قام من مكانه متكلم في التليفون وقاعد يتكلم وواحدة واحدة عادت الدقيقة في التانية الشخص وهو بيتكلم اصلا كان متعصب يعني هي كانت بتحكي بتقول هو كان متعصب فبدأ ان هو يختفي شوية وهو بيتكلم لو بيروح وييجي احنا ما بنتكلم مثلا في موضوع مش عارف ايه بنتحرك كتير فهو مع الحركة ته من عينيها فقالت مش مش مشكلها عادي يعني اكيد بيتكلم في الموضوع وعارف احنا عاديين فين وهيرجع لي سوري عالدوشا لبرة فهقفل الكاميرا ورد المهمة واسلا يعين البنت بتحكي وعينها كلها دموع من الصدمة اللي اتصدمتها الشخص ده قاعد يلف كده شوية عادت الدقيقة الاولى في التانية في التالتة خمس دقيق وهي برضو كوردة بتقول اكيد الموضوع مهم لدرجة انها كان بيقولها شحلك رسيد فاكيد عنده مكالمة مهمة قاعد يا جماعة عادت اول عشر دقيق ربع ساعة نص ساعة بدأت تدور حواليها في الاول كانت مدية الامان ومش عايزة تحسسه بانها مش واثقة فيه وتقوم تدور عليه وبتاعه كده المهم يا جماعة بعد حوالي ساعة في التانية البنت خلاص فهمت ان هو يعني مستحيل يكون تايه منها مستحيل لصان صغير واكتشفت ان هو خد الموبايل ومشي يعني هو كل السيناريو اللي عاملها عليها ده ومخطط بقاله شهرين ومصحيب بها ومش عارف ايه طلع عشان خاطر يسرق الموبايل بتاعها الله اعلم كان ممكن يسرق ايه تاني بس يمكن دي الحاجة اللي قدر عليها والناس دي طبعا بتبقى موجودة في كل لا وكمان اعايز اقول لكم يا جماعة معلومة المصيبة يعني الالعن في الموضوع ان كل حاجة كل حاجة حرفيا هي ممكن تفتكروا بيها كلها على الموبايل يعني هي اصلا ما تقمئ ولا عارفة ولا معها صورة لي ولا هتقدر توصفوا ولا حتى الجامعة فيها كاميرات انها تجيب المكان اللي هما كانوا قاعدين فيه لا وخضر كبيرة كمان حتى رقمها ورقموا كل حاجة حرفيا على الموبايل يعني كل التفاصيل اللي هي ممكن تصليها على الموبايل هي من كتر الفزع اللي هي فيها ما كانتش عارفة تتصرف ازاي وقفت حد وحكيت له مواقب ده كان فيه فلان وكذا وكذا وكان بيتكلم ومشي وبتاع اتصروا بالرقم بتاعها اللي هو في الموبايل لقوه مقفول اصلية ما تصريتش بالرقم يا جماعة غير بعد ساعتين انتم متخيلين هي طول الساعتين دول مش مخونة وبتدور ومصدومة ومش عارفة تعمل حاجة اتصر بموبايل مقفول حاولت يعني تعمل اي حاجة ما فيش رجعت البيت طبعا ما عارفتش اهلها اي تفاصيل كل اللي قالته ان هي موبايل لها ضاع طبعا على ما استحملت كلام من اهلها وراحوا وقفوا الخط والدنيا تقلبت رواحة البيت بالليل بتفتح الاكاونتات بتاعتها بتحاول انها ترجع الفيس انستجرام اي حاجة ما فيش فايدة خالص انت متخيلين يا جماعة ما كانش فيه اي فايدة خالص فانها تعرف ترجع حاجة لقيت كل حاجة تغيرت وحتى الجميلات وكل حاجة هي كانت ربطوها بالاكاونتات بتاعتها كانت على الموبايل التاني وان هي كانت مأمنة الموبايل ولازم يجي نتفكيشن على الموبايل التاني فكان حوار طويل وحزين جدا ومحتاج له بقى ايه هاكرز ومش عارف ايه وحاجات من دي وهي طبعا عمرها ما تعرف توصل لحاجة لوحدها المهم بعد كده بعدها بحوالي يومين تلاتة جات البنت دي بتقول الحقوني ده بيهددني انتو متخيلين يا جماعة الكاونتات فيك بتبعت لها تهديد مش شرطة هو هي ما تعرفش هو ولا بس اكيد هو بتتحدث بصورة طبعا عدى على الحوار ده كتير معرفش اللي حصل لها دلوقتي معرفش هي فين دلوقتي اساسا بس انا كنت متضايقة جدا اللي هو انت من البداية اساسا ازاي امنتي لحد غريب انا اللي عايزة اوصله لكم رسالة ان احنا مش لازم نتعرف على حد من السوشال ميديا ونصق فيه اوفي الكويس اوفي الوحش احنا مش هنخون بس على الال هنحرص يعني دايما بيقولك حرص ولا تخون انت متخونيش اللي قدامك بس حرسي منه ما تديش اللي قدامك اي ما اكبر منه لمجرد ان انت مثلا مبسوطة دلوقتي طبعا انت متعرفش هو نيته فيها ايه نفس الفكرة دي مع بنات او ولاد انا بقى اللي حصل لي كانت واحدة صاحبتي يعني الله يسهلها حالها كانت بتسرقني كانت بتسرقني ازاي كده دي قصة بقى يعني انا ما حكيتهاش في الفيديو ده لان انا كان بالنسبة دي احكي لكم القصة دي اعمق اكتر القصة بتاعتي حزينة اوي ولو حكيتها اصلا هعيض فحمد لله يعني الحمد لله بس كده لقيت الفيديو هيعدي تمن دقايق فقلت ما كترش عليكم عن كده لان انا عارفة ان الناس يعني الفترة الاخيرة بيت تقول لي قللي مدة الفيديوهات بتاعتك فاستنوا الفيديو اللي جاي بإذن الله هحكي لكم في الحوار بتاعي انا وصحبتي وهستنى منكم انتو كمان تحكولي القصص اللي مرتوا بيها عشان خاطر نطلع نفيد الناس وعايز اوصل لكم معلومة كمان مش شرط ان انتي تتعرفي على الناس من السوشيال ميديو يطلعوا وحشين ممكن تعرفي عليهم في الجامعة ممكن في المدرسة ممكن في الدروس ممكن في اي حتة اهم حاجة ما نديش حد بثقة ونديله يعني يقيمة اكتر من حجمه عشان بعدين ما ناخدش خزوء على افانة وبس كده كان فيديو النهاردة نشوفكم الفيديو اللي جاي بإذن الله سلام